اشتركوا في القناة من حين لآخر ازاي نلتزم ازاي نطبق نظرية المثل الشعب الشعير البحر ملووش كبير ده اللي احنا عراك في دلوقتي من ضفنا الكابتن شريف حبيبي المدير الفني المنتخب المصري للسباحة السابقة تسوع الخير طبعا خير يعني اكيد بتتابع الاخبار الخاصة بغرق شابة أثناء مش عارف ايه طفلة حصل معا كده وبالتأكيد ايضا شفت تجارب دول كتير جدا في موضوع السباحة ان يبقى لها بعض الاجراءات التأمينية ويبقى فيه وعي عند المواطنين وفيه وفيه ناقصنا ايه ومفروض نعمل ايه علشان ما يبقاش عندنا النسبة هو حذر موضوع الغرق ده منظمة الساحة العالمية مهتمة بيه شوية لانه لقوا انه هو زي ما حذر اختفضلت انه هو نمرة ثلاثة على العالم في أسباب الوفاة يعني بالإحصائيات اللي اتعملت للأسف ان كمان البلاد المتقدمة نسبة الغرق فيها عالية بالنسبة بالذات لسن الأطفال مع كل اقتصادات لما بتزيد وكل الفيلة اللي ما بيكون فيها حمامات سباحة لما بيكون فيه الدادات اللي بتربي الأولاد فبيحصل انه هو ما بيبقاش فيه متابعة مستمرة او فيه الحضانات اللي ما بيبقاش كنترول كبير لأعمار السنية من سن سنة لسن أربعة مع بعض بيبقى فيها اكتيفة الزيادة بيبقى فيها حمامات سباحة فالإهمال ده شوية بيخلي نسبة الغرق عند الأطفال العالية شوية فهو ابتدى يبقى فيه توعية أكتر لموضوع ازاي نتفادى موضوع الغرق كمان كمان برامج تعليم السباحة ابتدى يبقى فيه حاجة اسمها ووتر سيفتي مش ان انا بس اتعلم السباحة علشان ايبقى سباح انا ازاي اتعامل مع الميا وانا تعبان يعني هو من أسباب الغرق كمان اللي ممكن وحزم أحداك قلت دلوقتي البحر مالوش كبير ممكن قوي اكون سباح كويس جدا وانزل عوم ويحصل لي إجهاد ويحصل لي تعب ويحصل لي شد في عضلاتي بسبب ان الحر بسبب نقص الاملاح طب انا زي اتعامل مش قادر اعوم نبتدوا يعلموا مهارات السباحة اللي عبقى فيها اربع سباحات تنفسية اللي هي الكرول والباك والبريس والدولف حملوا بيمرنوا حاجتين كمان اللي هم حاجة اسمها المنتري باكستروك او سباحة الظهر البداية وحاجة اسمها سايدستروك دي الحاجات مايبقاش فيها الجهاد للعضل وهي بتعم بحيث انه هو لو اتعرض للكلام ده للغرق ازاي يتفادى انه يقدر يقوم وهو تعبان من غير لم يبزل مجهود كبير موضوع الغرق ده موضوع كبير والناس مهتمة بي جدا احنا عشان نبسط للناس المشاهدين اللي بيتفرجوا نخلي بالنا احنا البحر ملوش كبير مش لازم اخش جوا قوي اعوم الاقي الرايا السودة منزلش الاقي موج منزلش اخلي بال يبقى فيه عوام الامن والسلامة في المكان اللي انا فيه كابتن خانيا بقى ندخل في التبس على طول يعي نفسه هيحة على طول للناس بقى دلوقتي احيانا ممكن يعني مش ما خدش باله من الموج ما خدش باله من العالم المرفوق اي مكان قرر ينزل البحر وفي النص ان كان بقى الموج عالي حصل اجهاد اي مكان اللي حصل بقى اي المفروض يحصل انا دلوقتي انا في نص الميا حسنت ان انا اتسحبت الجوا حسيت انها مش قادرة جريش عضلية مش اعرف ما درتش اتصرف مفوط اعمل ايه جسم الانسان بطبعه بيطفو على الماء اللي بيخال الواحد يغرق العصبية والنيرفز وان انا ده اللي بيغرق بدليل يعني لقدر رفعات الوفاة الجسم روح طافي في الماء واحنا عاديين كده في الستوديو هو الكلام سهل لكن الواحد لما بيحس انه هو بيغرق بيبقى عصابه بطبوز وبيبقى متنشن وبيبتدي يتصرف فهو انا النصيحة الاحسن ان انا معردش النفسي لكده لكن في حالة ان انا اوصل لكده ان انا احاول اكون هادي على قد ما اقدر احاول ان انا شاور لأي حد جنبي احاول ان انا يعني اغسية المشكلة ان انا لما باوصل لماحات الغرق ده ببقى فقد كل تركيزي وابقى مش عارف اتصرف وابقى بحاول انقذ نفسي لدرجة ان احنا في دورات الانقاذ اللي منديها للمنقذين بنقوله لما بيكون الانسان متعارض غرق وانت نازل تنقذه هتحاولش ان انت تتواصل معاه فس تو فس لانه هو بيبقى متشنك جدا وهو هياخدك معاه فاحنا بنحاول انه هنعلمه انه هو يحدف له حاجة ويشده بيها يحدف له عوامة ويشده بيها يحدف له حبل لو اضطر ان هو يتواصل معاه بيجي من ظهره علشان متمسكش منه فهو لم اصول لمرحات الغرق ده يعني هو الكلمة السهلة ان احنا نقولها ان نحاول ما تبقاش متوتر بس في حالة كنت انه في مثلا موج موج عالي فيه سحب هنا ممكن اعمل اي ممكن مبقاش عندي فرصة ان انا حتى اشاور لحد ما هو يعني هو هنقوله ان احنا لو نمت على ظهرك وبيت ريلاكس اي اتجاه يعني اتجاه الشط اتجاه اه طبعا اتجاه الموج انه يطلعه بس هو اصل المشكلة ان هو مش هادر يعمل كده هو لو وصل لمرحات الغرق هو مش هادر يعمل كده هو الحل ان انا موصلش لكده صحيح الحل ان انا حتى لو انا بقوم في بحر ورايح مع اصحابي او انا سباح لا فيه شمس ممكن تجديه ضربة شمس فانا بحافظ ان انا لابس كاسكت لو نزيل طعوم تانزل فاخلي بالي ان انا اشرب سوائل كتير عشان ما اجليش اجهات اروح استمتع بالمكان مش ان انا امارس السباح ان انا بني يعني ان انا سباح هو ده الغرض والاهالي تخلي بالها من ولادها الصغارين تملي السن الصغية مبقاش عندهم الادراك بخطورة الموقف فلازم يكون تحت السيطرة عليه شوية ده المهم جدا الكلام ده جميل لو في الساحل لو في سينا لو لو لكن النهارده مثلا نشوفنا في اسكندرية في العيد اللي فات وكان فيه حدثة غرق معروفة منظر التكدس كان صعب جدا ازاي الواحد برضو يحافظ على ولاده يحافظ على نفسه في ظل وجود مجموعة كبيرة جدا من المصطفين على الشرق لازم انا نمر واحد انا المسؤول عنهم امخلي بالي منهم لو هينزلوا الماء ومبعرفوا الشعوم احاول ان انا ما نزلهمش في المنطقة العميقة احاول ان انا بقى جنبهم ما يسيبهمش يلعبوا مع ولادهم وانا بقى بتكلم مع صاحبي او بروح اكل وماسك الموبايل او روح اجيب اكل عشان هو فترة المية المية دي انا راجل عشت عمري كله في السباحة وحاجة بحبها جدا على قد ما انا بحبها جدا لكن هي المية مكان استمتع بيه بس خطر خطر لو انا مش عارف ابعاده زي الكهرباء هذاك انا لو انا بتعامل مع الكهرباء بطريقة مش بروفشنا او انا مش فاهم خطوط الكهرباء هالكهرباء يحصل لي مشكلة المية نفس الكلام الكهرباء حاجة مفيدة المية استمتع بيها جدا بس لازم اما خلي بالي وبالذات من سنه الصغير وسنه المراهقة المراهقة بيحاول انه هو يبان انه هو يبقى كامد وقوي يبقى بتصرف تصرفات عشوائية والطفل الصغير ما عندهش الادراك بخطورة المواقف هو عايز يلعب ويلهو في المكان باب انا بفهم ان ده يحصل في بحر عشان في موج عالي او في شد زي ما جمانا قالت من شوية لكن في بسين في حمام سباحة منشوف حوادث غرق والناس كبيرة ده ده معناه اي يا فاند؟ حوادث غرق في ناس كبيرة هو ما بعرفش يقوم كويس او المتعلم السباحة بطريقة مش قوية واضطر ان هو ينزل يقوم وراح في المنطقة العميقة وحصل له اجهاد حصل له اجهاد فمعرفش ابتدى مش عارف يحرق جسم كويس ابتدى يبقى متعبان ابتدى يبقى نيرفز ابتدى يبحس ان هو بيضطوع ابتدى يغرق وكمان بقى فوق الكلام ده الحمام السباحة اللي حتى بتتكلم عليه ده مراعاش عوامل امن والسلامة ان يبقى فيه منقذ وفيه اشراف ويبقى واقف عليه منقذ عشان هو مخلي باله من الحمام والانقاذ ده ليه اصول كل منطقة عليها منقذ وبيشرف عليه وبعدين المنقذ ده مهنة شقة جدا صح ماينفعش ان انا احط منقذ على الحمام السباحة 12 ساعة بالعالم كله هو اربع ساعات وبيعمل شفته يلف ويغير مكانه علشان يبقى تركيزه اقوى يعني انا ما اقولش مثلا لمنقذ انت الحتة دي انت مسؤول عنها لمدة 12 ساعة لا هو بيبقى اربع ساعات وبعدين يتنقل على الحتة التانية وبعدين هو مدة شغله اقصى حاجة من 6 الى 8 ساعات وبياخد بريك من اخطاء اللي احنا بنوع فيها ان انا بوقف المنقذ في المكان 12 ساعة في حتة واكيد بيسرح بيزهق بيتعب لا الشمس والشمس طبعا فهو ليها اصول علشان احفز على امن وسلامة الناس طيب كابتن حد بيعرف يوم كايس ونزل المية وهو نزل المية وهو وصق في نفسه وبيعرف يوم حد بيعرف يوم كايس وبعدين فجأة حصل مشكلة في التنفس اجهد شرب ميا كتير شد عضلي ايه اللي يحصل ما هو بقى ده اللي انا قلت حدث في بداية الكلام احنا بنبتد نعلم الولاد في برامج تعليم السباحة سباحات ليست هي سباحات المنفسات سباحات اللي هي سالما اوقف دي يعني مثلا زي المينتر باكستروك ده او سباحة الظهر البدائية هو ما بيشغل هو نايم بيعوم بيشغل ايدي بس بطريقة بسيطة كده هو نايم بس وبيحرك كده علشان هو عنده كرامب زي ما حدك قلت في عجله فهو بيتحرك بطريقة بدون مجهود لو احنا بنقوم بس ده ممكن في وجود ده موج اه اه مغطافي في المياه الموج بحيشيله وديه بس هو من غير لان هو خلاص هو مش قدر هو تعبان ومش قدر يحرك ايدي ورجليه فهو بنعلمهم مهارات ان هو يقدر يتعامل مع هذا الموقف عشان كده كل برامج السباحة الحديثة يعني واحنا مصر بدعنا نخش في الموضوع دي لكن بره بيجي بعد سن عند بيع بعد ما يعلمه السباحة يقول له انت عايز تخش قطاع المنافسة ولا انت عايز تتعلم السباحة والسكيلز علشان خاطر حياتك الشخصية انت عارفة ان بره بيبقى بيروحوا من بلد لبلد بيركب في محيط فيه فيضانات بيتحردوا بيعملهم تجهيز للمواقف دي تاني حاجة برضو من الحاجات اللي بتتعلم في برامج تعليم السباحة ازاي انا استخدم ملابسي في انها تبقى تساعدني مش تبقى عبقى علي ازاي ده علم الواحده بقى ده ازاي يعني مسلا لابس البلودة ده هيت لابسها كده بتتفتح ويبقى الكمام دي هاي اللي تعمل العوامات لان هي اولا ما بيقعد بقى اللحة هو ما بيقعد مش بتدي فكها فك الاميس يستخدم البنطلوق كعوامة بيعلمه دي بقى مهارات يعني اما الكورس انا امكان حظي كويس انا اخدت الكورس في الامريكا ريد كورس في امريكا بيعلم الواحد ازاي يستخدم لو حصل له حاجة ازاي يستخدم لبسه ان هو يساعده ان يرفعه على الماء يالع البلوزة بتاعته ويعملها زي عوامة تنفخ بالهواء يبحث يده عليها كده لحد ما يجيله الانقاذ لان هو في الاخر لو حصل لقدر الله مركب حصل له حاجة فيه انقاذ بيجي اخده هو بس هو عايز يحافظ عليه من الغرق يكسب وقت اه لحد ما يجيله الناس طب لو حد شرب مياه كتير بوسي هو حديك شرب مياه ده هو ده المشكلة الكبيرة ان هو بيخش في الرئة والرئة لما بيخش فيها المياه بيحصل فيها الحنجرة بيحصلها تشنب وبتقفل والاكسجين ما بيروحش للجسم وبتدي يغرق والانسان بيغرق من دقيقتين لثمان دقيقة على حسب هو اعتقد دي بداية التوتر بقى فعلا بيبتدي كحه وبيبتدي بقى فيه بانك هو الغرق اساسا بداية بنشرب مياه ويخش في رئتي ان انا مش قادر اتحكي فبتدي اقش هو ده بداية الغرق ولو احنا بنيدي حاجة توعيع في حاجة اسمها الغرق الجاف الغرق الجاف ده ان الطفل بعد لما هو بيحصل له موضوع يشرب مياه ورئته ويطلع ويبقى بره مفروض ان يفضل محطوط للمتابعة لمدة 24 ساعة لانه المية اللي موجودة في الرئة دي ممكن تكون حصلها تشنك في الحنجرة وفي الحواصلات الهوائية ويبتدي ما يوصلش اكسجين كويس للجسم ويبتدي يقح ويجي له خمول وبعدين الجلد بتاعه يبتدي يزرق وده يحصل له غرق وهو نام في السرير يبقى باباو مامته فاكرية ان هو بقى كويس ولكن اي طفل بيحصل له غرق او تعرض لغرقه والحمد لله اعدى وفروض اهله يحطوه تحت المتابعة لمدة 24 ساعة ولما يلاقوا العراض دي ان هو فيه كحة فيه ترجيع فيه خمول زيادة عن اللزوم الجلد بتدى يزرق اللي معنا كده الاكسجين مش رايح للدم على طول على المستشفى وعلى الطوارئ على طول مايفكرش طلعناه على الشط والناس اتلمت المشهد المصري المعروف في حدث الطريق في غرق يا جماعة سيبوي يتنفس الراجل بيموت وانتو برضو نعمل ايه الاسعافات الاولية حاكلتلي خدت كورس في القصة دي اهم الاشياء اللي لازم نعملها بصوا فيه نوعين من الغرق فيه غرق ان هو طلعه بيتنفس وهو بره بس هو عايزة ما حدث قولت الناس دي سيبو وفيه اللي هو بيحصل له حاجة ان هو مش قادر يتنفس خالص والماء دخلة ففيه حاجة اسمها الانعاش القلب الرئوي ان هو بيبتدي بيضغط على صدره ويديله زي كبلة الحية عشان ديله نفس ويضغط على صدره ويديله كبلة الحية لنفس ومفروض المنقذ اللي في الشاطئ او المنقذ اللي في حمام السباحة وهو ياخد الاساسيات دي ما عادوش بقى يدور على دكتور عايزين دقلاء هو المنقذ مفروض من الشهادات اللي بيقدمها لاتحاد الماصر الغسو والانقاذ انه بيدي دورات بيدي الانقاذ والاسعافات الاولية ومنها لانعاش القلب الرئوي لازم يتعملوا لانعاش القلب الرئوي في الحال في المكان ما فيش متوفرش منقذ ممكن يكون شاطئ من الشواطئ ما فيش فيها منقذ يعني اي مكان الموقف وحصلت حالة من حالات الغرق ولكن الحمد لله قدروا ينقذوا الموقف قبل فواتر اوان الشخص خرجوا برا على الشاطئ المفروض نتصرف ازاي لو انا مثلا موجودة انا من اسرة هذا الشخص لو انا موجودة على الشاطئ صادفه موجودة انا ممكن اتصرف ازاي ممكن الحق ازاي او سعده ازاي دكتور في المكان مفيش اسعاف على طوله 14 لازم الوضع يحتمل ان هو ينتظر الاسعاف ما هو هنا حضرتك ما فيش موقز وما فيش حد من الاسرة عنده مهارات الاسعافات الاولية ولا انت عاش القلب رأي هعمل ايه وما فيش دكتور طب يعني طب كل حاجة ما فيش طب هنعمل يعني انا قلت كل حاجة الموقز كني اعرف الدكتور ورايب انا حاولت اساعده يعني لا هو يعني اصبع هل في يعني اجراء الموضوع الموضوع اللي انا عاش القلب الرأوي ده ليه اصول صحيح يعني انا مثلا لو طفل انا ما ينفعش ادوز بكاف ايضايا عليه بصابع ايضايا بس عشان ده ما يستحملش اه انه كان في ايضايا كده يعني انا بوازه وصدره ليها عدد مرات معاها قبلة حياة يعني ليها اصول كم مرة اه يعني فيه خمسة ونفس خمسة ونفس اه والضغطة في حتة معينة فلو ما كانش واحد واخده الكورس طب يعني زي ما احنا دي مشكلة زي يعني من الحاجات لازم يبقى مؤهل يعني من الحاجات اللي بتحصل ولد يتزحلق ويقع صارت وبتاع يجي اه واقف المياه يروح واحد شده من درعاته امطلق وانه شده من درعاته امطلق ده ممكن يكون عنده صوف لاموده فاكر يجيب له شلال فاحنا بنجيب لازم يبقى فيه حاجة اسمها اه زي خشبة كده عاملة زي المرتبة بتنزل بنثبته عليها بحزام وبنرفعه علشان نحافز على مدى الفاكر علشان كده انا انا ردي ان لو مفيش حد متخصص يبقى لازم نسعاف مفيش حد يقدر يعمل اكتر من كده طب الفرق بين المياه الملحة والمياه العزبة العموية النيل والبسين هل فيه اختلافات في القصة دي؟ انا عرف ان دي اتقل ودي اخف اتقل او اخف دي ليس لها علاقة بالغرق انا اللي بيغرق بيغرق في اتفاقية حاجة من دول صح احنا اتقل او اخف بنسبة لللي بيعوم بيعوم اسهله الموج بيساعده ان هو يبقى في اتجاه الطيار يبقى اسهل لكن هو عمتا الموضوع في حتة الغرق دي مفيش يعني مفيش فرق يعني مثلا النيل مية تقيلة جدا اللي بينزل في النيل بطيارات النيل صح الحمام السباحة مفروض ان هو كنترول ان مفيش موج خالص ولا في طيارات البسين يبقى محدود محدود وساعة لما حتى بيبقى فيه مية ما بقاش فيه الفلتر مش شغال فبتبقى التنظيف بيبقى بالليل او الصبح فما فيش طيارات فاسهل السيطرة على البسين اسهل النيل والبحر اوسع فكل حاجة اللي هي اصول لكن هما فعلا اهم حاجة حل الموضوع ده ان احنا نراعي عوامل امن والسلامة من الاول ما نسيبش الحادثة لما تيجي وبعدين نفكر فيها وانا بقى كدر كرام حضرتك ومهم جدا بقى زي ما كلنا نتكلم انه على الاقل يبقى كل حد فينا عنده مبادئ حتى الاسعافات الاولية عشان يقدر ينقذ الموقف لغاية ما الاسعاف ييجي دكتور يبقى موجود اي شيء فلازم يكون عندي بس مبادئ الاسعافات الاولية لشخص ممكن يكون كان بيغرق يعني والحمد الله انقذنا الموقف فلازم يبقى عندي يعني طبعا انت عادي اقول لها هذيك موضوع العشقى البراوي والاسعافات الاولية دي ابتدوا في المدارس بزيات المدارس انترناشنال انه بيدوا للولاد ورش عمر في الموضوع ده وبيحفظوه موضوع ده موضوع فعلا فعلا احنا كلنا محتاجين كلنا نتعلمه انه هو هنساعد بعضه كلنا فيه طبعا اكيد حتى لو مش في الغرق ساعات الناس بيجي لها السابات الاولية لو واحد يدو تقصر واحد يدو تخلعت واحد يتعور اذا يتعامل معاه فده من ضمن الكورسة على السابات الاولية طبعا اكيد نشكر حضرت جزيز شكر كابتان شريف حبيب المدير البحدي المنتخب المصري للسباحة سابقا نورتنا بسباح الخير يوم شكرا 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 شكرا